السلام عليكم ومرحبا بكم في سلسلة ديالي على يوتيوب ملح و سكر اليوم اختارت نقدم لكم الفلون بالبيسكويت عندنا المقادير كالتالي عندنا نسطرو ديال الحليب نسطرو ديال الحليب آخر عندنا سكر ساندة عندنا شividades بكيات الفلون واحدة ديال الكاراميل والاخرى ديال الفريس عندنا 40 جرام ديال الناشا و عندنا 40 جرام أخر ديال الناشا و عندنا شوية ديال بيسكويت و عندنا ناخدو دابا قسرولا و نوضعو فيها نسطرو ديال الحليب لعنا أننا غادي ندير جوج أنواع ديال الفلون كل الفلون غادي تكون فيه نسطرو ديال الحليب و معلقة كبيرة ديال هلقه كبيره ديال السكر نبدأ دبع الفلن ديال كارامل نضيفه للحليب حال هكا نحفظه شوية نضيفه الميزانة 40 جرام باش تعقدنا هكذا نخلطه مزيان الحليب طبعا راح بارد محتاج يكون سخون نحفظه مزيان نضيفه الان غدين نضيفه كل شيء على البوطة باش يعقدنا الخالط سنضيفه لكسرنا على البوطة من قلتين نحركوها كحتى يعقدنا الخالط نضيفه 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 لكسرنا على البوطة باشده نضيفه 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 قاتلا انها لميزة نضيفه نضيفه الان نضيفه 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 لنضيفه في الكيسان قبل أن يبردلنا نضيفه في الكيسان وهو سخونه نضيفه نضيفه هنا نضيفه جوجة بالمعالق إلى ثلاثة لأنه سيأتي طبقات بالألوان نكمله قبل أن يبرد نضيفه 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 البيسكوي نضيفه 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 الأولى نضيفه 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 مثلا قومه نضيفه دقيما نضيفه تمثله نضيفه ولده ثم نضيفه نضيفه لتنسبة لكم شخص نستمر نفتح لك كما يسكش من تحت قد يكون الميزينة تساعدو لها كي يفقدش شوية كي يفقدش شوية سيكون المتطويلة لكي يجمع تخلص نسكش 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 ثم نسكش 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 نحصل نسكش نسكش نحصل نسكش بجتيجي طبقة كملو هكا واخره جاري من غادي نديرو فتلاجة غادي يبرد ويبقى ويبانو هادوك الطبقة ديال الفلان نكملو متابقة بالكاس الاخير هل هتشكل هادو كيف كتشوفو بيسكويت ديالنا يمكننا الآن انزينوه بالفواكه طارية انا اختارت هنا الشهدية والعنب وممكننا نزينوه ايضا بالكاغانيل نبدو على بركتي الله عندنا هنا نحطو طريفات ديال الخوخ كل واحد كايزين على حسب الدوق ديالو اي فاكيها يبغي يختارها موز خوخ العنب بحب الملوك باش تنغنيو هاد الكاراميل ديالنا بالفلان اللي صوبنا بالفريز وبالكاغاميل نزينو على هاد الشكل ندروح بيبات ديال يعنب الفواكه مزيئنا مره مره تندخلوها في الاطباق ديالنا مش يتنكلوها غير هكتك في الديسر بكنا نزينو هاد الكقوس بشوية الكاراميل على هاد الشكل بشوية الكاراميل ممكننا نديره طعم الفوق الفاكهة بحال هكتك سيعطيه واحد لدهو المادق نتمنى ان هاد النهار طبق ديالي ينال اعجاب ديالكم وما تنسوش انكم تشاركوا معايا في السلسلة ديالي على يوتيوب وشكرا وبصحة والرحة ودير الجام في السلسلة ديالي وشكرا